موسيقى مشاهدين الأكارم أهلا وسهلا بكم إلى حديث دمشق حديثنا الدمشقي هذه المرة في جناف وفي حديقة قصر الأمم المتحدة الذي يستضيف المفاوضات السورية حول بيان جناف واحد بعد ثلاث سنوات على المحنة السورية يفتتح السوريون على مقربة من هنا نافذة أمل وتفاؤل وضوء لحل سياسي يقطع مع دعاة الحل العسكري والذين احتكروا الكلام منذ بداية الأزمة لن أطيل عليكم التقديم احتمالات الحل السياسي في جناف وتعرجاته نحاولها مع رئيس تحرير جريدة الوطن السورية الأستاذ وضح عبد ربو أهلا وسهلا فيك وأيضا مراسل جريدة السفير في باريس الأستاذ محمد بلوت أهلا وسهلا فيك أهلا أبدأ معك أستاذ وضح بدأت المفاوضات والتقى الوفدان صباح هذا اليوم بكامل يعني أعضائه ولكن هناك عادة ترتيب للوفد الرسمي السوري وبدلا من وليد المعلم ترأس الوفد المفاوض منذوب سوريا في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أي رسالة برأيك تريد الحكومة السورية توجيهها بهذا بتخفيض التمثيل اليوم يعني لا يوجد رسالة هي معاملة بالمثل لنقل يعني تبلغ الوفد السوري صباح اليوم أن هناك أرباك لدى وفد المعارضة وتغييرات في آخر لحظة حيث في الأمس حتى ساعات متأخرة كان منه مفترض أن يترأس الوفد المعارض أحمد الجربة صباح اليوم تغيير الأمر وتم تعيين سيد هادي لذلك قرر الوفد السوري أيضا تنزيل مستوى تحفيض لنقل تحفيض مستوى التمثيل وتم اختيار الدكتور بشار جعفري يعني هذا مستمر حتى نهاية المقاوضات؟ هذا يعتمد على الجهة المقابلة أما هو مستمر حتى يتم رفع المستوى لنقل بالمقابل هناك تعهدات من قبل الطرفين المفاوضين قدمت لروسيا وأمريكا بعدم انسحاب تحت أي ظرف من هذه المفاوضات ومغادرة قاعة المفاوضات قبل انتهاء الجولة الأولى على الأقل في يوم الجمعة المقبل ما هي برأيك التطورات التي يمكن أن تؤدي إلى انسحاب أحد الطرفين؟ وهل هناك حرص بالفعل وأنت طبعا متابع وقريب من كواليس هذه المفاوضات على انتقال العملية عفوا على إطلاق العملية أكثر منه حرص على إيجاد نتائج لهذه العملية؟ بداية الجزء الأول من السؤال لا أعتقد أن هناك أي مبرر لنقل للوفدين للانسحاب حاليا من جينيف أو حتى خلال أيام القادمة ما دام ما يبحث يهم الشعب السوري ومصلحة الشعب السوري فالجميع باقي هنا في جينيف نسبة للشق الثاني لنقل ما يمكن أن نتأمل من جينيف وبكل تأكيد أن نخرج ببداية ضوء لنقل عن إمكانية الوصول إلى اتفاق لكن المشكلة الحقيقية التي تواجه هنا في جينيف هي تمثيل من يمثل من هنا إذا كان وفد الحكومة يمثل للحكومة السورية الشرعية الموجودة في دمشق بكامل مؤسساتها ودولتها الوفد المقابل من يمثل؟ هذا هو السؤال الأهم إذا تمكننا اليوم أو غدا على سبيل المسالات التوصل إلى نقطة اتفاق الجانب السوري الحكومي قادر أن يلتزم باتصال هاتفي ربما هل الجانب الآخر قادر؟ هذه هي الأسئلة التقنية التي تطرح الآن في كواليس هذه طالما لدى الحكومة السورية أو وفد السلطة السورية هذا الشعور أو هذا التوجس ربما من عدم قدرة الطرف المقابل في المفاوضات على أنه يملك قاعدة تمثلية ربما أو حتى على قدرة للتأثير أو إعطاء القرار على الأقل فصائل المقاتلة لماذا قبل المجيء إلى جينيف؟ الوفد السوري وصل إلى جينيف على أساس هناك تمثيل كامل للمعارضة السورية بمختلف فصائلها وأحزابها يعني هو لم يأتي للقاء جزء من الاتلاف يعني هو قدم إلى جينيف وكان هناك دعوة للمعارضة السورية بالحضور وبعد وصول إلى جينيف تبين أن الوفد الذي تأخر تشكيله مرة ومرتين وتجاوز المهالة الممنوحة وصل إلى جينيف واكتشف أن الوفد عمليا هو جزء من الاتلاف الذي في الأصل لم يكن يمثل أحد في سوريا أستاذ محمد هل هناك بديل عن جينيف في العمل السياسي أم أن الجميع محكوم بهذا الإطار وهو بيان جينيف واحد وعلى اعتباره على الأقل كان نقطة الطلاق الوحيدة بين موسكو وواشنطن في الواقع البديل السياسي أو البديل بكل أحوال عن التحدث في جينيف هو طبعا البديل العسكري القائم حتى الآن والذي لم يصل إلى نهاياته المنطقية والذي يتفق الجميع بأنه ليس الحل على الأقل هذا ما يقولون ولكن على الأرض هناك حقاق أخرى ووقاع أخرى البديل السياسي عن جينيف أو بديل سياسي عن جينيف لا يوجد حتى الآن يجب انتظار على الأقل انطلاق العمل السياسية لو كان هناك بديل سياسي كان الأمريكيون والروس قد توصلوا إليه قبل وقت طويل وتعرفين بأن جينيف أيضا هو على الأقل مازال يعني كان وضع على الأقل على الورق منذ عام ونصف تقريبا ولو كان هناك إمكانية للتواصل إلى نقاط أخرى يعني لو كان لوصل الجميع إلى هذه النقاط لكن من الواضح بأن الإرادات الدولية والأوصياء على الصراع السوري على الأقل هم في مأزاق لم يتوصل إلى نقاط أخرى مع الإشارة طبعا بأن جينيف في حالته الأولى هو أيضا في مأزاق باعتبار أن ما جرى منذ حزيران 2012 عندما وضع هذا البيان كان يعبر عن ميزان قوى محدد ومنذ ذلك الحين جرت مياه كثيرة تحت جسور هذا البيان وقاعة كثيرة ميدانية تغيرت وقوى سياسية غابت كانت في الصراع كل اللاعبين يعني عدد كبير من اللاعبين على الأقل في الصراع من جانب المعارضة تغيروا وتبدلت الأدوار لذلك أعتقد بأنه سيواجه مأزاق كبير وهو أيضا بدأ يعني يواجه هذا المأزاق بسبب تباعد المواقف وتباعد النقاط وعدم وجود نقاط مشتركة بين الطرفين البديل كما قلت الآن عن جينيف هو المزيد من الاقتتال في سوريا ومزيد من القتال ومزيد من التدمير أستاذ وضاح كان يقول وفد السلطة السورية بأنه يجب الابتعاد على الأقل مبدئيا في بداية المفاوضات عن القضايا الخلافية الكبيرة ونبدأ البحث بالقضايا الإنسانية ربما القضايا التي قد تؤسس إلى أرضية مشتركة خطوة بعد أخرى اليوم أمس تقدمت المعارضة باقتراح حول مدينة حمص في أول خطوة عملية ربما بعيدا عن الأعلانات السياسية وهو البدء بوقف إطلاق النار في هذه المدينة وطبعا هذه المدينة لا يزال فيها مجموعة من 400 مقاتل على الأقل هم محاصرون بشكل محكم من قبل الجيش السوري موجودين في بعض أحياء مدينة حمص هل تجد هذه الفكرة وقعية وقابلة للتطبيق أو قابلة للقبول ربما من قبل وفد السلطة السورية أم أن وفد الحكومة سيتمسك بالترتيبات الأمنية التي تم طرحها في موسكو من قبل وزير الخارجية وليد المعلم وما هو الثمن الذي يمكن أن تطلبه السلطة السورية لقاء القبول بهذا العرض من حيث المبدأ الحديث هنا عن الموضوع الإنساني الإغاثي حين نقول 400 مصلح في حمص هذا موضوع ليس إنساني وليس إغاثي نحن نتحدث عن مدنيين سوريين عن شعب محاصر عن مناطق بكاملة محاصرة مثل نبل والزهرة مثل مدينة عدرة العمالية مثل مناطق أخرى هي محصورة هذه المناطق التي يجب إغاثتها وإرسال مساعدات نحن لا نتحدث يعني طرح حمص هو فكرة جميلة لكن لماذا هو سؤال أهم لماذا تم طرح حمص لماذا تم طرح حمص هل هو لإنقاذ الأربعمائة مسلحة المحاصرين منذ ستة أشهر الآن يعني إذا كان هذا طرح المعارضة ربما تكون المدينة أقل تعقيد من حلب وربما يكون لديها تأثير على القوى المقاتلة في حمص أكثر المهم أن يكون هناك مدني حين يوجد مدني يمكن الحديث عن إغاثة أما حين يوجد مسلح فهذه ليست إغاثة هذه عملية أنقاذ عمليا فهنا الأهم هذا الإطار الإنساني الإغاثي الذي يمكن أن ترحص به هل يمكن أن تشكل هذه النقطة بالذات برأيك ربما أرضية لإطلاق بداية عملية بداية تفاوض بين الطرفين لطالما لم يتمكنوا من إيجاد أي نقاط مشتركة ممكن كل شيء ممكن في المفاوضات عندما يبدأ الحوار ممكن طرح كل الأفكار لكن حين نتحدث عن الإغاثة وعن الإنسان يجب أن نتحدث على مستوى سوريا ليس على مستوى مدينة أو قرية أنا التصوري أن اليوم واجب أي طرف يتفاوض هنا في جنيب أن يتحدث عن كل السوريين بما فيها رفع العقوبات الدولية هذا حصار شأن ما بينه هذا حصار يجب البحث في كل هذه النقاط والضغط لرفع العقوبات ورفع الحصار عن كل المدن في سوريا نعم أستاذ محمد الأمريكيون أقروا بصعوبة إقرار إمكانية وقف إطلاق نار في كامل أو شامل في سوريا وكاري اقترح وقف إطلاق نار محدد وموضعي هل يعني ذلك أن الأمريكيين وحلفائهم قد فقدوا السيطرة على الأرض ولمصلحة من يمكن أن يكون هذا القرار في الواقع كما تعلمين بأن المفاوضات بأن التحضيرات لهذه المفاوضات تخذت وقتا كبيرا جدا كان الحديث عن المفاوضات في جناف من حيث المبدأ كان ينبغي أن يعقد في حزيران الماضي لم تنضج الظروف لم تتغير بالأصل المعطيات منذ ذلك الحين لكن ما تغير هناك الاعتقاد بأن المعارضة بشكل عام هزمت في هذه المعارك وأن النظام قد يصل إلى الانتصار إذا لم يكن قد وصل إليه بالفعل وأن جناف يمكن أن تحصل في السياسة للمعارضة ما فقدته المعارضة على الأرض ميدانيا هذا إلى جانب تطورات أخرى شهدناها خلال الأشهر الأخيرة يعني خلال الصيف تطورات استراتيجية مهمة غيرت علاقة الوصيل الأمريكي بتركيبة المعارضة هو فقد عمليا السيطرة بشكل واسع على المجموعات المقاتلة بسبب تغير طبيعة هذه المجموعات الإديولوجية والتي أصبحت بشكل واسع وكبير مجموعات جهادية تتبع لأجندات خاصة لا علاقة لها بثورة سورية وجزء كبير من الجيش الحرق كان قد تلاشى إذن الأداة التي كان يمكن تنفيذ أي وقف لإطلاق النار عبرها وإثبات قدرة المفاوضين من المعارضة على تنفيذ الالتزامات التي قد تتخذ أو قد تفرض في جناف هذه الإمكانيات تضاءلت بسرعة أعتقد بأن كيري والآخرين هم في واقعية شديدة اعتبروا بأن مسألة وقف طلق النار استبقوا الجلوس في جناف بالقول بأن مسألة وقف طلق النار لا يمكن الدخول فيها بشكل جديد لذا يجب تجاوز هذه المسائل التي تعتبر جزءاً أساسياً من العملية تسمى بالتدابير الثقة والحديث في صلب الموضوع ولذلك شهدنا حملة واسعة أمريكية منذ البداية بأنه ينبغي الآن التحدث مباشرة في موضوع الحكومة الانتقالية وهم يعلمون مسبقاً بأن الحكومة السورية سترفض هذا الموضوع باعتبار حتى من الناحية الإجرائية في التفاوض لا يمكن الدخول مباشرة في صلب الموضوع يجب بناء الثقاء لذلك كان هناك هذه الحملة التي طلبت مباشرة من الحكومة السورية البدء بعملية تسليم السلطة بشكل أو بآخر ضمن هذه المعارض كيف يمكن للولايات المتحدة أن تثق بأن تسلم السلطة إلى طرف هي تعري تماماً أنه لا يسيطر بشكل كامل على الأرض وأيضاً ليس لديه قرار أو تأثير على الفصائل المقاتلة على الأرض وبالتالي على الأقل ألا تدرك واشنطن اليوم بأن ليست هي أماماً الدين في هذا التفاوض الأمريكيون يدركون هذه النقطة وأعتقد بأن السفير الأمريكي المشرف على المعارضة السورية السفير رابرت فورد الذي ألف هذا الوفد والذي يتابع هذا الوفد ويرشده وينصحه ويقود العملية السياسية وهو المفاوض الحقيقي اليوم في جنيف وليس الوفد الائتلافي في الحقيقة أعتقد بأن الأمريكيين يدركون تماماً بأن بأن الائتلاف لن يذهب بعيداً أن الشخصيات التي نراها الوجوه التي نراها اليوم على الشاشات والتي تفاوض ليست هي الوجوه التي ستبرز فيما بعد والتي ستتسلم ربما إذا ما أطيح لها وإذا ما توصلت يعني ضدجت الشروط لذلك أن تتسلم السلطة أو أن تشارك في عملية تغيير في النظام في الواقع واضح بأن الأمريكيين لا يملكون هذه الشخصيات ولو كانوا يملكون هذه الشخصيات لما جلست الوجوه التي نراها اليوم في الوفد المعارض في جنيف هناك مأزق أمريكي ما نراه اليوم هو أقصى ما يمكن الوصول إليه بالنسبة للأمريكيين وهناك مأزق أمريكي كبير وإلا كانت عملية التفاوض تغييرت بشكل كامل لا يوجد مصداقية حقيقية لدى هذا الوفد ولو كان وبالتالي هناك مأزق أمريكي لو وجدت وجوه أخرى لكنا رأيناها اليوم أستاذ وضح عندما تتحدث السلطة السورية بأن كل ما يمكن التوصل له سيوضع تحت وصاية الاستفتاء الشعبي أو حتى الانتخابات أو سندق الاقتراع هل برأيك النظام اليوم واثق جداً من قاعدته الشعبية من قاعدته الجماهيرية حتى يضع كل الأشياء رهناً باستفتاء شعبي يعني ولا يرضى ربما بوصاية دولية الحكومة السورية تدرك جيداً ماذا تملك على الأرض وتدرك جيداً ما مستوى الشعبية التي يتمتع بها الرئيس الأسد أو حتى اليوم نرى مستوى شعبية كبير للوفد المفاوض في جينيف الذي حقق يعني لنقول حتى الآن نجاحات جماهيرية اليوم لا يوجد أي مشكلة لدى الحكومة السورية في إجراء انتخابات أو استفتاء المشكلة لدى الطرف الأخر لماذا يرفض الانتخابات إذا كان هو واسق لدى جماهيرية فالي يتفضل إلى عملية انتخاب يعني اليوم الأمر أبسط بكثير مما يمكن أن نتخيل استفتاء وانتخاب أوي من هو مرشحكم من هي الوجوه التي تقترحون لحكومة أنا أريد مثلا فليسمه وزير واحد ونطرح هذا الاسم في الشارع السوري ونرى هل توافق بأن بيان جناف واحد هو طريق المعارضة للحصول على مكاسب في السياسة في الوقت التي تظهر التطورات الميدانية في حلب وحمص ودماشق أنها خسرت عسكريا هل تود المعارضة اليوم أن تكسب ربما دعما إضافيا دوليا بتشريع وجودها ربما على الأقل أتلاف أقصد يعني وأيضا بحضور للمؤتمر هي بداية لنقول المعارضة لم تأتي بقرارها إلى جنابي الأتلاف الأتلاف يعني أتى يعني كنا نعرف كيف ما الاتصالات وكيف أتى إلى جنابي هو يبحث اليوم عن تحقيق شعبية ما في الداخل السوري وربما هذه المقطة بالذات نعود فيها لماذا حمص فرصنا لماذا اقترح حمص يعني هو سؤال اليوم يبحث في كواليس جنين لماذا طرح الوفد حمص وما الذي يوجد في حمص حتى يجذب الأتلاف هي مجموعات مسلحة يريد الأتلاف أن يكسب ودها أن يكسب لنقل تعاطف مجموعات أخرى بأن هذا الأتلاف ممكن أن يدافع عنهم أن يمثلهم علما أن كل الفصائل في سوريا تخلت عنه وعلنت في بيانات أن هذا الاتلاف لا يمثلهم لذلك هم يريدون من خلال جنيب الصغرات لنقول الحصول على تأييد ما في الداخل السوري وتحديدا من المجموعات المسلحة يعني أطفا على هذا الكلام أستاذ محمد هل اليوم أو ربما قبل أيام أصدرت مجموعة جيش المجاهدين أجناد الشام وربما ألوية أخرى بيانا بأنها هي مع الحل السياسي ومع العملية السياسية هل هذا فعلا اعتراف من هذه الفصائل التي رفضت مسبقا العملية السياسية أو حتى بتمثيل اتلاف لها أم أن هناك ضغوطات إقليمية كبيرة اليوم يعني على الداخل أو على الداخل المسلح من جاهة المعارضة السورية من أجل إنجاح وجود الاتلاف في هذه المفاوضات وربما المحاولة لكسب يعني مميزات جديدة ففي الواقع بأن أقصى ما حصل عليه الاتلاف ومن خلال السفير فورد ومن خلال محاولات الاتصال التي شهدتها الأشور الأخيرة بين الإدارة الأمريكية وبين الجبل الإسلامية هو فقط عدم مواصلة انتقاد الحل السياسي أو العملية السياسية وهذا بفضل التدخلات قطرية بشكل أساسي وسعودية ومحاولات كثيرة جرت للاجتماع بهم مع تشجيع واضح كما تذكرين من وزير الخارجية جون كيري ولتشريع الاتصال لأول مرة مع مجموعات توجد داخلها تيارات قاعدية واسعة لسيما في المجموعات الأساسية ثلاث أنصار الشام وسقور الشام وأحرار الشام هذه المجموعات التي تعرض بشكل كل أي عملية سياسية ولديها أجندة وقد أصدرت بيان مشترك قبل أسبوع على الأقل وقعته الجبل الإسلامية أحرار الشام وقعه جيش المجاهدين ووقعه أيضا أجند الشام طبعا المجموعة الوحيدة التي وافقت على هذه العملية هي مجموعة لواء الحقوة واحد من الألوية السبعة أو المجموعات السبعة الأساسية التي تضمها الجمال الإسلامية وتضمها الجمال الإسلامية وطبعا هناك مجموعة مقربة من جمال المعروف الذي يعمل عن قرب مع القطريين ومع السعوديين وغيرهم وطبعا هناك ممثل لهذه المجموعة في الوفد الائتلافي المعارض هنا لم يتوصل هؤلاء إلى حل هذه المشكلة لا تزال العقبة الأساسية اليوم هو الحصول على موافقة العسكر للمشاركة في العملية السياسية وطبعا إذا كان هناك سكوت عن انتقاد جونيف فمقابل ذلك يطالب هؤلاء كما تبقى فيه بيانهم بأن يؤدي أي حل سياسي إلى إنشاء دولة إسلامية في سوريا هذا يعني هذا طبعا ليس واردا لا في خطاب جونيف لا في بيانات جونيف ولا في أي عملية سياسية يمكن أن ترعاها الأمم المتحدة فضلا على أن طبعا هناك واضح بأن أي بياء أي اتفاق يمكن أن يصدر في جونيف سيواجه بالضرورة هذه العقبة عاجلا أم آجلا هل يوافق العسكر على ما وقع عليه الائتلافيون وهم قلة أقلية ضئيلة حتى داخل الائتلاف باعتبار أن الائتلاف قد تمزق إربا خلال عملية التفاوض أو خلال حوار حول ماذا كان ينبغي أم لا الحضور إلى جونيف هل هذا يبرر ربما استعار الحرب بين داعش والجبهة الإسلامية التي استبقت بشكل بوتيرة متسارعة جدا مؤتمر جونيف 2 في الواقع هذا يتصل بالخلافات الكبيرة ما بين الجماعات الجهادية ورأيتها للأوضاع في سوريا وبطبع أجنداتها وخلافات بين الإيرادات الإقليمية والمجموعات الإقليمية والدول الخليجية التي تموّلها ولكن التوقيت أعتقد بأنه لا علاقة لذلك مباشرة بهذا التوقيت لكن الصراع طبعا قد ازداد في الأشهر الأخيرة مع ازدياد الحديث عن الحل السياسي والكل طبعا كان يطمح أن يؤثر أو أن يضغط على العملية السياسية لكي يجد له موقعا في هذه العملية لكن كان من المحتم بسبب تمزق ووجود طيارات كثيرة واختلافات فقهية وجهادية كبيرة بين هذه المجموعات وبالتالي طبعا وجود أجندات وأوصياء مختلفين هذا الصراع حتى داخل صراع سوري بشكل عام يعبر عن صراع إيرادات إقليمية وغيرها داخل على الساحة السورية كمان الصراع بين الجهاديين هو أيضا صراع أزمة داخل الأزمة بين المجموعات الجهادية التي تعتبر اليوم بأن سوريا قد أصبحت ثمرة يانعة وحانا قطافها ولا بد أن تكون في الصف الأول للوصول إلى ما تريد أستاذ وضاح هل فعلا الحكومة السورية تستطيع الاستغناء عن جناف وبالتالي التقدم بالخطة التي قدمها سابقا الرئيس السوري بشار الأسد في خطاب الأوبرا والذي يستند إلى فكرة الحكومة الموسعة وأيضا الحوار في سوريا هل تجد ذلك إفراد في التفاؤل هل يمكن أن نصل إلى هذه المرحلة طبعا يعني أنا لا أولا ميدانيا لنقل ميدانيا الحكومة السورية تحرز تقدم كل يوم وكل ساعة لنقل العملية السياسية في جنيف هي تلبية لرغبات دولية لنقل في حال هذه الرغبات انتفت فما المانع من أحراز جنيف في دمشق هناك قوى معارضة مستعدة أن تبحث مع الحكومة في دمشق مستقبل سوريا والأهم من كل ذلك أن هناك عدد كبير من السوريين لا يؤيدون جنيف يعني حتى الوفد الحكومي عندما ذهب إلى جنيف لم يكن ذلك بتأييد شعبي يعني كان هناك معارضة من الداخل من الشعب السوري لأننا لا نريد حل يفرض في جنيف ويطبق في سوريا نريد حل يصنع في سوريا ويطبق في سوريا التسويات المحلة التي يجريها الجيش في برزة في المعظمية في القابون هل يمكن أن يعني أن يستمر الجيش في تسويات مماثلة أم أنه يعني كما يقول البعض بأنها عملية يحاول من خلالها أو تحاول الحكومة السورية تجويف الحل السياسي وبالتالي يعني منع عملية سياسية يحاول الغرب والإرادات الدولية أن تفرضها في تنازل تدريجي عن السلطة لصالح المعارضة التي يؤيدونها يعني هذا الجواب نعم إذا كانت السلطة هي من تطلب التفاوض مع المسلحين في برزة أو في المعظمية الحقيقة هي العكس ذلك هو المسلحين الذين يطالبون السلطة بالتفاوض ويريدون الانتهاء من هذه الأزمة أستاذ محمد ماذا يحدث إذا ما فشل جونيف هل تستعر الحرب أكثر فأكثر في سوريا هل نصل إلى نقطة اللاعودة أو حرب اللاعودة وبالتالي إذا أغلق جونيف أبوابه في وجه الحل السياسي البديل الوحيد كما قلت عن جونيف وعن الحل السياسي سيكون بالطبيعة طبعا اجتداد الحرب باعتباره سيكون الخيار الوحيد المتاح أمام الجميع اليوم لذلك سيحاول الجميع الحصول مرة أخرى على ما يريدون عبر الميدان يعني أنا ممكن مداخلة الحل العسكري مستمر يعني هو لا أن يتوقع يعني اليوم أنا أقصد أن تستعر الحرب أكثر يعني يتمضخ ربما مقاتلين جدد باتجاه لدعم المعارضة من اليوم قادر على الحوار مع الدولة الإسلامية أو مع جبهة النصرة من قادر اليوم على محاولة هؤلاء والبحث عن وقف طلاق نار يعني بكل تأكيد لا الحكومة السورية ولا الوفد الائتلاف الموجود هنا يعني المسار التفاودي مع استمرار الحل العسكري طبعا هذا إرهاب نحن الإرهاب وهناك تصريحات عديدة الإرهاب لا هوادة يعني هناك حرب مستمر وستستمر نعم هناك إلا أفضل لا هناك يجب الإشارة دائما أنه جونيف الذي نشهده هو أيضا لم يحدث إلا بعد ضغوط طويلة يعني أصلا يصل إليه الجميع وهم لا يريدونه هناك امتناع كامل هناك حتى المجمعات الإقليمية والدولية التي يعني وفقت في النهاية على أنها ترعى من جانب الإتلاف على الأقل ذهبه ومارس ضغوط كبيرة عليهم لكي يأتوا إلى جونيف هم أيضا لم يجدوا خيارهم فعلا في جونيف وهو فقط ربما هناك محاولة اختبار هذا الطريق لا ننسى أنه الأمر لا يتعلق فقط بإرادات داخلية سورية العناصر السورية كما يمكن اليوم يظهر الإعلام باعتبارها أنه هي العناصر الحاسمة وهذا خطأ يعني هناك صورة خاطئة يعكسها الإعلام والنقاش اليوم يدور خارج القضية الأساسية هل العناصر السورية الداخلية يعني النظام والإتلاف هم العنصر المحدد بالنهاية في مصائر الصراع والنزاع السوري لا طبعا هناك بالبداية يجب أن نبحث إذا كنا يعني المصطلحات غير صحيحة عندما نقول وقف طلق نار يجب أن ننظر إلى أن السلاح أولا والمسلحين يدخلون يجب أن يكون التوافق في الأصل إقليمي ودولي يجب أن نتحدث إلى الدول التي تسلح المعارضة والدول الأخرى التي ترسل المسلحين إلى سوريا والدول التي ترعى هذا السلاح وتمول هذه الجماعات قبل ذلك لا يمكن الحديث نحن نتحدث عن الإتلاف وكأن الإتلاف يمثل فعلا ثقلا أساسيا الإتلاف نفسه هو أحد أدوات المجامعات الإقليمية والخليجية وغيرها لذلك دون الحديث عندما نصل إلى لب العملية لب العملية هو التحدث مع الجماعات الإقليمية وأعتقد بأن خطأ كبير في هذا الصياق هو عدم وجود إيران في جناز بسرعة من فضلكم سؤال لكم أنتم الثنين ضيفي الكريمين غياب إيران واستبعاد عن الحضور هل خسرت الحكومة السورية في ذلك وهل ربحت المعارضة وهل يربح الحل السياسي الذي يتمناه السوريون هل استفاد أي طرف من استبعاد إيران عن جناز يعني المعارضة أرادت أن تصور ذلك بانتصار سياسي أنا أعتقد أن الوفد السوري لم يخسر شيئا كان يتمنى حضور إيران وخاصة أن هناك دول حضرت وهي دول متورطة في دم سوري يعني وقيل عنها دول سلام أو دول ديمقراطية وهذا أعتقد أن الوفد السوري كان يتمنى حضور إيران لم يحصل ذلك هذه ليست خسارة على العكس قد تكون ربح في المستقبل لنرى أستاذ محمد طبعا غياب إيران مثل القول يعني اقتحام أبواب مفتوحة بديهي أن غياب إيران سيشكل خسارة كبيرة لا يعملي سياسية إيران شريك في النزاع السوري وغياب أحد الشركاء في النزاع السوري طبعا سيفقد الحل السياسي فرصة كبيرة شكرا لكم جزيلا شكر ضيفي الكريمين الأستاذ وضح عبد رمبو رئيس تحرير جريدة الوطن السورية وأيضا مراسل جريدة السفير في باريس الأستاذ محمد بلوت وشكرا جزيلا عزيزي المشاهدين نلتقي في المحور الثاني في لقاء أجريته صباح هذا اليوم مع الأستاذ أنس العبدة هو عضو الهيئة السياسية في الاتلاف الوطني السوري المعارض هنا في مؤتمر جونيفة 2 فاصل قصير ونعود لمتابعة المحور الثاني أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى المحور الثاني من حديث دماشق ونستضيفه فيه الأستاذ أنس العبدة عضو الهيئة السياسية في الاتلاف السوري المعارض وأيضا عضو الوفد المفاوض في محادثات جونيفة 2 أستاذ أنس أهلا وسهلا فيك بحديث دماشق وأيضا في قناة الميادين أهلا وسهلا أستاذ أنس نحن اليوم في جونيف والدورة التفاوضية الأولى بين وفد الاتلاف ووفد الرسمي السوري وهنا نحن في القصر الذي نجلس في حديقته حيث دارت الجلسة الأولى هل برأيك نحتاج إلى وقت طويل لإعادة بناء الثقة بين الطرفين ولماذا لا نبدأ بالمفاوضات خطوة خطوة بدل أن يكون هناك القضايا الخلافية الكبرى هي المطروحة في البداية وبالتالي قد تؤدي إلى أفشل المفاوضات وإلى تفجيرها ونعود إلى النقطة الأولى ربما بطبيعة الحالة نحن نأمل أن نتمكن من الوصول إلى نتائج إيجابية بأقرب وقت ممكن ولو تمكننا خلال أسبوع فهذا سيكون حلم بالنسبة لنا كما تعلمون جلسة بعض الظهر سوف تركز بشكل أساسي على مقترحنا لوقف إطلاق النار في حمص سنقترح وقف إطلاق النار يبدأ غد في حمص وهذه أعتقد من النقاط التي هي ليست خلافية يعني لا بد للشعب السوري أن يشعر بأننا عندما نجتمع في هذا المكان نفكر أولا وثانيا وثالثا بمصالح هذا الشعب وبمعاناة هذا الشعب لدينا وضع إنسان كارتي في حمص القديم وفي الوعر وأعتقد أن كل شخص لديه قلب وكل إنسان لا بد أن يتحرك من أجل تحقيق تقدم على هذا المسار لذلك في اليومين الأولانيين من هذه المحادثات سيكون هناك نوع من التركيز على بعض القضايا الإنسانية والإغاثية التي يمكن لها أن تحسن من ظروف التفاوض وعلى رأسها كما ذكرت مشروع له علاقة بحمص وآمل أن نتمكن من تقديم مشاريع أخرى في بعض المناطق أخرى مثل ريف دمشق وحلب ودير الزور وما إلى ذلك إذن من مصلحتنا أن نتقدم على هذا المسار وأن نحقق بعض التقدم لأن هذا في مصلحة راجحة للشعب السوري وللمواطن الذي يعاني أشد المعاناة بالوقت الحاضر أستاذ أنس بالمقابل هناك من يقول بأنكم طرحتم قضية حمص بعد أن كانت السلطة السورية قد طرحت الترتيبات الأمنية في مدينة حلب كبادرة لإثبات حسن النواية قبل المجيء إلى جنة 2 ويقال بأنه أنتم من طرح حمص لأنها ربما أقل تعقيدة من الوضع في حلب وأيضا بالمقابل لأنه يتواجد فيها لواء الحق وهو اللواء الوحيد الذي وافق على وقف إطلاق النار ضمن الألوية الأخرى التي تقاتل على الأرض السورية وبالتالي ليس لديكم أي قرار على الألوية الأخرى وخاصة الألوية الموجودة ضمن الجبهة الإسلامية أنا باعتقالي هذا الكلام ما له دقيق 100% نحن اقترحنا حمص أول شيء من الناحية الواقعية الوضع الإنساني في حمص أكثر دقة من الوضع في حلب أو أي منطقة أخرى طبعا كل الوضع الإنساني في سوريا وضع كارثي لكن ضمن هذا الوضع الكارثي فيه هناك وضع أكثر كارثية اللي هو في حمص اللي صلى الآن أكثر من سنة ونصف محاصرة اللواء الحق هو اللواء الأساسي لكن في هناك كتائب أخرى وأيضا نحن تواصلنا مع الجميع وعندنا بيان من هذه الكتائب مجتمعة أنهن مستعدين لإحترام وقف لإطلاق النار من أسبوع الأسبوعين ولحماية القوافة اللغاثية لذلك نحن نعتقد أنه أولا عن الموضوع الإنساني ثانيا عن الموضوع الإجرائي وثالثا على الموضوع الرمزي لأنه مثل ما تعرف حمص هي عاصمة الثورة وبالتالي سيكون هناك وقع إيجابي إذا تمكننا من وقف وفك الحصار عن حمص هذا سوف يكون في مصلحة الجميع سواء كانوا مع الثورة أو كانوا مع النظام وسيكون العكاسات على الجميع لأنه تعفي حمص فيها أحياء مع الثورة فيها أحياء مع النظام وهذا سيكون له أثار إيجابية من هنا نقول أن مشروع نتبع حمص هو كبداية وليس الوحيد نأمل طبعا أنه نعمل بحلب وريف دماشق وديرزور بكل سوريا هذا هدفنا وهذا أمنيتنا ما هي الخطوات لكي نفهم أكثر هل سيكون هناك فك حصار ومن ثم ربما انسحاب للجيش السوري إدخال المساعدات كيف ستكون الترتيبات وهل سيوافق أيضا بالمقابل وفد السلطة السورية برأيك على هذا الطرح طبعا نحن نأمل ذلك الكرة الآن في ملعبهم طبعا سنعرض هذا الموضوع بشكل رسمي نحن قد تواصلنا مع الجانب الروسي ومع الأمم المتحدة ومع الصليب الأحمر بهذا الخصوص قبل مؤتمر جنيب 2 والأمور كلها تجاهزة يعني عندما يعطى القرار السياسي بهذا الموضوع من الطرف الجانب النظام السوري ستكون هناك القدرة على تطبيق وقف طلاق النار من يوم غد لذلك نحن نقول أنه نحن أمام استحقاق مهم دعونا نقدم شيء إيجابي للشعب السوري هناك فرصة لهذا الشيء ويمكن أننا أن نحققه وأن نقول للعالم أجمع بأن السوريون قادرون على تقديم شيء لصالح المواطن المسكين المحاصر الذي هو في حال إنساني يرثله هل برأيك يمكن أن يشكل هذا الطرح أرضية مشتركة للطرفين من أجل أن يستكمل انطلاق ربما العملية التفاوضية مبدئيا قبل أن نقول العملية السياسية بطبيعة الحال كما تعلمين نحن عندما اتخذنا قرار المجيء إلى جنيب لم يكن قرارا سهلا كان قرار في غاية الصعوبة لأننا كنا نفكر أن كيف نحن كوفد ممثل للثورة نجلس مع وفد يمثل النظام الذي يقتل شعبنا في سوريا لم يكن أمرا سهلا عن الإطلاق لكن اتخذنا بكل مسؤولية وبكل شجاعة لأننا وضعنا نصب عيننا مستقبل سوريا مستقبل أطفال سوريا ومستقبل الشعب السوري ونحن ننظر لهذه المصالح الثلاثة الأساسية على أساس أنها المصالح العليا وبالتالي نقدم تضحيات بهذا الخصوص وسنقوم بعمل مستحيل من أجل أن نوصل إلى نتيجة إيجابية الآن أنا أعتقد الكرة في ملعب النظام وفي ملعب وفد النظام نحن سنقترح أشياء عملية لها علاقة بحمص سنقدم قوائم علاقة بالمساجين والمعتقلين سنتكلم عن فتح بعض الممرات الآمنة خلال يومين إذا استطعنا أن نقدم شيء إيجابي أنا باعتقادي هذا سينعكس إيجابين على بقية المفاوض وماذا ستقدمون أنتم بالمقابل للطرف الآخر أستاذ أنص هذا ما سيقدمه لكم وفد السلطة أو ربما الطرف الآخر الذي تحاورونه ولكن أنتم بالمقابل ماذا ستقدمون لهم كما تعلمون أن هناك قتال في سوريا بين كتائب مقاتلة للثورة وبين قوات للنظام وهذا يؤثر على الطرفين الطرفين يدفعوا ثمن بهذا القتال وأيضا المواطنين من الجهتين يدفعوا هذا الثمن لذلك عندما نقوم بهذا الاقتراح نحن صدقين عنه نقوم فيه من منطلق قوة وليس من منطلق طال إذا النظام لا يستطيع أن يوافق على وقف إطلاقنا ستستمر المعارك أنا قصدت ماذا ستقدمون أنتم بالمقابل وقف إطلاق النار نحن إذا هم أرادوا التوقف عن إطلاق النار سوف نتوقف نحن عن إطلاق النار لا تنسي أن المواطنين من الطرفين يتأثروا بهذا الموضوع ردا على موضوع وقف إطلاق النار هناك أيضا من يقول بأنكم لا تملكون القدرة أو التأثير على كل الفصائل المقاتلة على الأرض السورية ومنها الجبهة الإسلامية ربما هي أكبر الفصائل التي تقاتل اليوم خاصة في شمال السوري لا تملكون التأثير عليها ولا تملكون قرارها وبالتالي وأيضا بالمقابل هناك من يقول بأنكم أتيتم إلى جونيف اثنين بأقل من نصف الاتلاف وهناك ربما خلفات كبيرة فيما بينكم ولا تملكون قاعدة تمثيلية كبيرة وأيضا تم استبعاد مكونات معارضة أخرى كيف يمكن أن تملكون القرار أو ربما على الأقل تستطيعون أن توقعوا أو تلتزموا بمقرارات جونيف اثنين وأنتم بالمقابل لا تملكون هذه القاعدة التمثيلية الكبرى على الفصائل المقاتلة من جهة وأيضا على المكونات المعارضة من جهة أخرى يعني كما تعلمين ليست هناك جهة واحدة في سوريا يمكن لها أن تملك قرار جميع الكتائب وليس في تاريخ الإنسانية كله وتاريخ الثورات وتاريخ الشعوب أنه في جهة يمكن لها أن تكون لديها وكالة حصرية على كل مكونات الثورة لكن السلطة تملك قرار الجيش السلطة تملك قرار الجيش لأنه نظام ديكتاتوري ولديه هذا النظام الأمني وما إلى ذلك لكن حتى في بعض الأحيان نحن شفنا أنه كتائب النظام على الأرض قد لا تلتزم 100% بالقرار السياسي نحن نقول أنه الاعتلاف هو مظلة سياسية لمعظم هذه الكتائب قبل اتخاذ قرار جنيف كان هناك بيانات واضحة من عدد من الجهات المهمة في الكتائب مثل جبل ثوار سوريا وجيش المجاهدين وحتى الجبل الإسلامي وأجناد الشام لم يكونوا ضد الحل السياسي في سوريا هم لديهم قلق كما لدينا قلق بأن هذا النظام سيسوف ويؤخر ويؤجل ولن يكون جاد ونحن قد نتفق معهم في كثير من هذه النقاط وإذا سمعتم تصريحات الجبل الإسلامية في الفترة الأخيرة تغيرت خلال هذا الموضوع وتوقفوا عن موضوع التخوين وقعوا وبدوا يقولون أنه ليسوا ضد الحل السياسي وفعلا فيه هناك مصلحة استراتيجية لهذه الكتائب بالحل السياسي أما عن داخل الائتلاف فكما تعلمين أصعب قرار يمكن أن يتخذوا أي جهة ثورية على الإطلاق بتاريخ كل الثورات في العالم أن تدخل في مفاوضات سلام مع الطرف الآخر هذا الشي حتى صار بالنسبة لأكثر الناس مصداقية مثل نيسون منديلا نيسون منديلا اليوم قرر يدخل بمباحثات مع نظام جنوب أفريقيا كان أقرب الناس أقلوا أقرب زملاء وضدوا في هذا الموضوع لكن استطاع أن يقنعهم شيئا فشيئا نحن واجهنا نفس المشكلة لنا زملاء أعزاء لديهم قراءة مختلفة عن جينيب ونحن نحترمها ولكن بقناعتنا إن قراءتنا بما يتعلق بجينيب وضرورة الذهاب إلى مؤتمر جينيب 2 والدخول في هذه المفوضات على أساس جينيب 1 هو القرار الصحيح هلأ أنا لا أستطيع أن أنزم يعني كل عضو بالإتلاف بهذا الموضوع لأنه نحن بالنهاية نمثل حالة ديمقراطية حقيقية بعكس النظام اللي هو عبارة عن نظام ديكتاتوري شمولي بحت يمكن للشخص واحد أن يتخذ فيه القرار ولا يمكن لأحد أن يخالف هذا القرار نحن كان لدينا نقاش فعال وحقيقي داخل الإتلاف وبعضهم أبدأ أنه بدون ينسخل ولكن أيضا تم تخوينكم من قبل المجلس الوطني على الأقل يعني عندما نصح بأنكم خنتم مبادئ لإتلاف تجوزتم يعني نظامه الداخلي هل هذه قراءة لبعض الناس هذا بيان صادر عن المجلس الوطني هذا صادر عن رئيس المجلس الوطني ولا يمثل المجلس الوطني لأنه في عنا أعضاء بالوفد الآن من أعضاء المكتب التنفيذي بالمجلس الوطني هناك قراءة وأنا بحب أقول أنه مبارح رئيس المجلس الوطني أبعث رسالة تأييد للأخ أحمد الجلبة رئيس الائتلاف والوفد وهذا تصرف باعتقادي تصرف وطني بحت من قبل الأخ جور صبرة لأنه في هذا الوقت التحديد نحن بحاجة إلى أكبر وحدة وطنية ممكن داخل الجهات السياسية المعارضة هذا النقاش كان قبل الذهاب إلى جنيف بعد الذهاب إلى جنيف أنا باعتقاد صار في تغير على مستوى الشارع وإضا تغير على مستوى المعارضة السياسية وقالت أنه كنا نتناقش لكن الآن صار في قرار دعونا نقف صف واحد خلف الوفد المفاوض من أجل أن ننهي معاناة الشعب السوري أيضا بالمقابل أستاذ أنس لماذا تم تخفيض التمثيل الوفد المفاوض لكم لماذا لم يرأس المفاوضات الأستاذ أحمد الشاربا نحن كمؤسسة قررنا أن يكون في عنا وفد من 15 شخص زائد رئيس الوفد وهذا ما زال حتى الآن واليوم اللي حضره هم الخمسة شخص تبعون الوفد فلم ما نقصنا العدد على الإطلاق لكن كمؤسسة نحن طلبنا من الأخ حمد جربا أن يكون برئاسة هذا الوفد في مؤتمر جينيف 2 في مونترون لقناعتنا بأن ضرورة وجوده في ذلك المكان لا يوجد إلقاء كلمة عن الائتلاف الذي عنده تمثيل للثورة أو للشعب السوري لكن موضوع المفاوضات أمر آخر وكمؤسسة كما أردنا منه أن يكون على رأس الوفد أردنا أن يكون شخص آخر يقود المفاوضة له خبرة بموضوع المفاوضات هناك تسريبات بأنه كان هناك خلاف كبير بين ميشيل كيلو وهيتم المالح على ترقص الوفد المفاوض ومن ثم تم ترشيح الأستاذ هادي البحرة أنا أستطيع أن أؤكد أن هذه كلها من الإشاعات التي متوقع أن تطلع بهذه الأمور لكن أنا أؤكد أن لا الأستاذ هيتم ولا الأستاذ ميشيل ولا الأستاذ برهان كان لهم رغبة حتى أنهم لا بدهم يكونوا بالوفد يعني تعرفي أستاذ برهان والأستاذ ميشيل طلبوا أنه ما يكونوا بالوفد يكونوا بالمقاعد الخلفية من أجل المساعدة الوفد على اتخاذ القرار الصحيح وبالتالي نحن ما فعلنا حقيقة المشكلة بالعكس نحن موحدين بشكل كامل لكن بطبيعة الحال يعني تعرفي الثقافة الشرقية متعودة على شخص واحد وزعيم واحد وما إلى ذلك ونحن نريد أن نكسر هذا القالب المعارضة تقدم تأويلها أو أنتم في وفد الاتلاف تقدمون تأويلكم لبيان جونيف الذي يفدي بالنهاية إلى تسلمكم للسلطة وفق مهلة زمنية من ثلاثة إلى ستة أشهر كما قال رئيس الاتلاف أحمد الجربة وأيضا السلطة بالمقابل لا ترى في بيان جونيف الأولويات التي تتحدثون عنها ولا أي عملية انتقالية وتم رفض الحديث حتى عن هيئة حكم انتقالية قبل قليل إلا بإرادة الشعب السوري وبوضع هذا وفق ما تقول السلطة ضمن أو تحت الاستفداء الشعبي كيف يمكن أن نصل إلى نقاط مشتركة بين هذين التأويلين لبيان جونيف واحد؟ يعني بداية نحن لم نقل في أي مناسبة بأننا نريد استلام السلطة في سوريا وليس هذا هو جينيف واحد وليس هذا هو هدف جينيف واحد هدف جينيف واحد وعنوانه العام هو الانتقال السياسي في سوريا وهذا الشيء الذي صار فيه عليه توافق ضمن المجتمع الدولي والأقليمي الانتقال السياسي في سوريا بمعنى الانتقال من نظام ديكتاتوري حاكم الآن إلى سلطة الشعب السوري هذا يحتاج إلى بيئة محايدة هذا يحتاج إلى بيئة داعمة لمثل هذا الأمر من أجل تطبيق هذا الانتقال تشكل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة على جميع مؤسسات دولة بما فيها الجيش والأمن والمخابرات وبرضى الطرفين رضى الطرفين يعني بالضرورة أن كل وفد له سيكون له فيتو على من سيكون في هيئة الحكم الانتقالي كم عدد أعضاء هيئة الحكم الانتقالي وما إلى ذلك وهذا يعني منطقيا أن لا بشار ولا الحلقة الصغيرة اللي حوالين بشار سيكونوا بهيئة الحكم الانتقالي كما أن الوفد الآخر سيكون عليه فيتو على بعض الأسماء التي سنقدمها نحن لهيئة الحكم الانتقالي بمعنى أنه سنطلع بالنهاية بهيئة حكم الانتقالي على الأغلب ستكون مقبولة من الطرفين وهذه هيئة الحكم الانتقالية ستكون مسؤولة عن عملية الانتقال السياسي في سوريا تتمتع بحد كبير من المصداقية ولدى الطرفين بحيث أن تشكل بيئة حيادية للقيام بعملية الانتقال السياسي بهذا الخصوص وهذا هو مفهوم جينيف واحد لا أكثر ولا أقل هذا هو مفهوم جينيف واحد لذلك النظام يخشى من جينيف واحد لأن جينيف واحد هو في مصلحة الشعب السوري أكثر من مصلحة النظام وكما تعلمون هدف الثورة بالبداية وما زال حتى الآن هو الانتقال السياسي في سوريا لا أكثر ولا أقل نأمل بعد ثلاث سنوات من القتل والتدمير والجوع والتشريد أن نحقق هذا من خلال مفاوضات سياسية من خلال الحل السياسي الإطار هذا الحل السياسي هو جينيف واحد وكما تعلمين قرار مجلس الأمن 2118 الذي تتكلم عن الموضوع الكيماوي وأيضا في البند السادس عشر حتى اتفاق جينيف كاملا والبند السابع عشر حكى عن هيئة الحكم الانتقالية هذا القرار تم الموافق عليه من قبل النظام السوري بشكل غير مشروط وبشكل كامل وبالتالي قانونيا النظام السوري هو ملزم بقرار مجلس الأمن وملزم باتفاق جينيف وبالتالي لا يمكن لهم أن يقولوا أنه هم ما سمعوا به موضوع الحكم الانتقالي لا هم لم يقولوا ذلك ولكن اعتبروه أنه بعد البحث في القضايا الملحة منها وقف اطلاق النار وأيضا القضايا الإنسانية يعني الأخضر الإبراهيم اليوم كان واضح أول يوم يومين لحيكون في بحث بالقضايا الإنسانية ثم ننتقل إلى القضايا السياسية بالنسبة لأنه في بعض القضايا الإنسانية الملحة طبعا إلها الأولوية ونود أن يشعر المواطن السوري أنه اللي جالسين في هذا المبنى هون ما عم يفكروا فقط بالقضايا السياسية وبالسلطة ومع ذلك لا عم يحطوا مصلحة الشعب السوري مصلحة المواطن هذا المسكين المعتر اللي هو يعاني من أكبر قدر من المعاناة يمكن أن نتخيله منذ الحرب العالمية الثانية أنه حطينه هو رقم واحد وفعلا هو بالنسبة لنا هو رقم واحد وثنين وثلاثة ونحن نتمنى ذلك أيضا بالمقابلة تحدث الوزير جون كاري عن إرسال قوات لحماية الأقليات والعلويين تحديدا من قبل الأسرة الدولية وبأنها قادرة على حمايتهم وليس فقط النظام السوري الذي لا يزال يتمتع بقاعدة واسعة كبيرة ضمن صفوف الأقليات يعني هذا ما يعبر عنه كلام كاري ألا يقلقهم إعادة سوريا إلى زمن الانتداب الاستعماري ولا يعبر هذا برأيك هذا التصريح عن فشل ربما المعارضة السورية عن اجتذاب هذا الشارع شارع الأقليات إلى صفوفها طبعا نحن ضد تدخل أجنبي وضد أن تدخل قوات لحماية أي طرف ضد طرف آخر وفي قناعتنا أن ما نقوم بعمله الآن في جينيف سيقطع الطريق على كل هذه الأمور لكن يحتاج فيه إلى تصرف مسؤولية من قبل الجميع أعتقد أننا كشعب سوري لدينا القدرة والدرجة العالم المسؤولية أن نحمي المواطن السوري بغض النظر عن المكون السياسي أو الإثني أو الطائفي الذي أتامنه وبقناعتي أيضا أنه هناك إمكانية حقيقية للبدء بمصالحة وطنية شاملة لكن تبنى على حل سياسي كامل وشامل يتعامل مع القضايا الأساسية من يملك أيضا بالمقابل قرار الفصائل المقاتلة أستاذ أناس؟ هناك تخوف إلى الآن لا يملك الشارع السوري تطمينات إذا كان يملكها من جانب الجيش السوري فهو لا يملكها من جانب الفصائل المقاتلة في الطرف الآخر أنا أستطيع أن أؤكد لك أن غالبية الفصائل المقاتلة تعتبر الاقتلاف مضلة سياسي لها وإذا رأت أن هناك نتائج حقيقية رغم البيانات التي ترفض تمثيلكم لها؟ في بعض الجهات مثل جبل الإسلامي هذا من حقها يعني إذا لم ترى أن الإتلاف الوطني ممثلة السياسية طبعا هذا الحق مكفول لكل كتيبة بالنهاية لكن أنا هنا أتكلم عن الغالبية نحن لا ندعي بأننا يعني مضلة سياسية لكل كتيبة في سوريا ولكل الكتائب على الأطلاق لكن أغلبية الكتائب أعطت هذا التمثيل السياسي من مصلحة الكتائب أن يكون هناك مضلة سياسية لها لأسبابهم يعرفون أكثر مني نحن بالمقابل نقوم بعملنا من أجل ليس فقط من أجل الكتائب الكتائب هم جزء من الثورة السورية لكن في عنا شعب سوري في عنا ثوار سوريون مدنيون في عنا ثوار بيعملوا بالقضية الإغاثية في عنا الطفل السوري والطفل في عنا المرأة في عنا الرجل يعني أنا قصدي عناصر الشعب السوري كلها بناخدها بالنهاية هذا صحيح ولكن للأسف الميدان اليوم لمن يملك الرصاص ومن يملك القدرة للسيطرة على الأرض لكن في حضنة اجتماعية لها الكتائب ولكن بالمقابل أيضا هي فصائل لا تقبل بالعملية السياسية وأيضا تدعو إلى إقامة دولة إسلامية أنا أود أن يرجعك على بيان أستسار من قدلك لأنه لم يتمقى لدينا واقع آخر بيان طلع فيه وقعت عليه جبل ثوار سوريا والجبل الإسلامي وأجناد الشام وجيش المجاهدين قالوا بشكل واضح أنهم مع الحل السياسي في سوريا ولكن حل السياسي عادل شكرا جزيلا لك أستاذ أنس العبدة رئيس عضو الحيئة السياسية في الاتلاف السوري معارض وأيضا عضو في الوفد المفاوض هنا في جنب شكرا جزيلا على هذا الحوار أعزائي المشاهدين شكرا على كل من شتساهمة في إنجاز هذه الحلقة وشكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر